بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي وأولاد الغليين عاملين إيه مع الساينس يارب يكون سهل وبسيط ويارب يكون النيرف السيستم سهل وبسيط واستوعبته المعلومات اللي قلناها والنهاردة بإذن الله هنكمل في كونسبت وان بارت تو سينس ات وارك لسن فور اكتيفتي ناين اللي بتقول ري اكشن تايم زمن الاستجابة فاكرين ري اكشن تايم كنا بنعرفه في الدرس اللي قبل كده وكنا بنقول عليه إيه it is the time which taken by an organism بوسطة الكائن الحي to respond to danger علشان يستجيب لإيه للخطر يلا بينا نكمل ونقول ري اكشن تايم بسم الله you have previously read about the importance of reaction time for animals like زى جيربوة بيقول لي لقد قرأت سابقا في الدرس السابق يعني قريت وتعلمت وفهمت عن اهمية reaction time اللي هو زمن الاستجابة او زمن رد الفعل for animals من ايه بالنسبة للحيوانات زي مين الحيوانة اللي درسنا bravo عليكم زى ايجيبشن جيربوة اللي هو اليربوع المصري طيب احنا في الدرس ده هناخد تجربة بسيطة كده وهنفسرها وهنوضحها وهنلاقيها لذيذة بإذن الله وكلنا هنفهمها in this experiment في هزيه التجربة we are going to study سندرس هندرس ايه زى reaction time for auditory and visual stimuli تمام هندرس زمن الاستجابة بالنسبة للمحفز السامعي and visual تمام stimuli والمحفز البصري to catch a stick لكي تمسك بعصة that has fallen to the ground لكي تمسك بعصة تسقط على الأرض يلا in the first part of the experiment في الجزء الاول من التجربة you will use the sense of sight حضرتك هتستخدم حاسة البصر طيب انت بتعمل ايه بحاسة البصر bravo عليك to see لكي ترى where the stick has fallen يعني علشان تشوف الايه المكان اللي هتسقط فيه الايه العصة ممتاز طيب in the second part of the experiment وفي الجزء التاني من التجربة you will use the sense of hearing حضرتك هتستخدم حاسة السمع to hear علشان تسمع the sound the sound from which you know that the stick has fallen حضرتك بقى هنغمع عينينا في الجزء التاني من التجربة ممتاز وهنعمل ايه وهنعتمد على sense of hearing على حاسة السمع تمام علشان نسمع الصوت from which اللي منه هنعرف العصاية ستسقط تمام العصاية هتسقط ممتاز يلا ايه هي التولز اللي احنا محتاجينها محتاجين stick محتاجين عصا عصا طولها حوالي واحد متر تمام ومحتاجين chair كرسي تمام ومحتاجين stopwatch محتاجين ساعة ايقاف يلا ايه الخطوات الخطوات بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم one of your friends stands on a chair holding the tip of the stick واحد من اصدقائنا زمن انتو شايفين كده زمن انتو شايفين واحد من اصدقائك هيقف على الكرسي ممسكا بالقمة او بالطرف بتاع الايه او tip of the stick بطرف العصا تمام while another friend وفي صديق ليك تاني sits on the floor هيقعد على الارض ممتاز such that his hand is near the end of the stick بحيث ان تكون ايديه الاتنين قريبة من نهاية الايه من نهاية العصا ولكن اهو تمام ولكن without touching انجئت انما ما يلمسهاش هو تبقى ايده بس قريبة من النهاية انما ما يلمسهاش يلا نكمل the first friend drops the stick الاستاذ اللي واقف على الكرسي ده هوت تمام وطبعا هيبقى واقف بحرص عشان ما يقعشي يعني نسبت نفسنا كويس على الكرسي تمام عشان ما نقعشي تمام as fast as he can باقصى سرعة ممكنة بالنسباله يبقى as fast as he can تمام depending on معتمدا على ايه his sense of sight ما هو ايه بيشوف بعينه صح كده هو مركز عينه على نهاية العصاية ومستني ان هو يشوف لحظة اسقاط العصا بحيث ان هو الbrain بتاعه يدي ال proper response ويبدأ ان هو يمسك النهاية التانية هنشوفه بقى هيمسكها بعد وقت قد ايه يلا بينا بنقول calculate the reaction time حضرتك بقى الثالث اللي واقف ده واقف ماسك ال stopwatch ساعة الاقاف وهيبدأ يحسب the reaction time taken to catch the stick using the stopwatch هو واقف كده هو يحسب الثمن الاسقاط الزمن اللي هو ايه من اول صدقنا اللي واقف على الكرسي ساب العصاية عشان تسقط الى ان لمس صدقنا اللي قاعد على الارض العصا بيديل لتنين فهو بيحسب لي الزمن ده يلا بيقول لي بعد كده repeat the above steps كرر الخطوات بالاعلى كم مرة ثلاث مرات تمام وبعد كده given that the stick must be given that the stick must be at the same height from the floor يعني وفي كل مرة لازم تبقى العصاية على نفس الارتفاع من ايه من الارض ممتاز يلا write down your notes دون ملاحظاتك فين in a table دونها كده في جدول and then draw a circle around the average reaction time يعني احنا هنا كررنا العمل ديات three times صح؟ اول مرة وتاني مرة وتالت مرة وكل مرة كان لها reaction time لو اعتبرنا ان المرة الاولينية reaction time كان مثلا three seconds لو اعتبرنا ان المرة التانية reaction time كان two seconds تمام ايه لو اعتبرنا ان في المرة التالتة كلام جميل ايه reaction time كان one second فانا هاخد الافرج اللي هو المتوسط بينهم اللي هو ايه انا عندي three seconds 2 seconds 1 seconds فالأفريج ايه برافو عليكم اللي هو الوسط الايه متوسط الايه السواني اللي هو 2 seconds يبقى هنا write down your notes in a table and then draw a circle وبعد كده ارسم دايرة around the average reaction time متوسط زمن الاجابة هنرسم حوالي دايرة يلا بقى نكرر تاني ونقول repeat the previous steps three times تمام كرر برضو الخطوات السابقة تلات مرات while بينما his eyes are closed and depending on his sense of hearing صديقنا اللي قاعد على الارض دا بقى المرة ديت هنعمل ايه هنغمع نيه ممتاز معتمدا على ايه معتمدا على حاسة السمع the sense of hearing كلام جميل such that على أن the person holding the stick دايب احنا هنسيب صديقنا اللي متغمي وقاعد على الارض دا مغمي عينه كده الواحده لا طبعا هنديله تنبيه such that على أن the person holding the stick صديقنا اللي واقف على الكرسي وماسك قمة العصايا تمام من فوق المفروض هيقول ايه اهو should say the word go يعني وهو بيسيب العصايا علشان تسقط في نفس اللحظة هينبه صديقنا عن طريق the sense of hearing بكلمة go go يعني ايه يعني انا خلاص سبت العصايا هتوقع when he releases the stick اول ما يسيب الايه العصايا طيب يلا record your notes يلا سجل ملاحظاتك in another table اعمل جدول تاني خالص خلاف الاولاني and then draw a circle around the average reaction time ها التجربة سهلة وبسيطة والله صعبة سهلة وبسيطة كل اللي محتاجينه stick chair stopwatch وعايزين ثلاثة من اصدقائنا يلعبوا اللعبة مع بعض واحد هيقف على الكرسي واحد هيقعد على الارض واحد هيمسك ال stopwatch طيب اللي واقف على الكرسي هيمسك بطرف الايه العصايا من فوق اللي قاعد على الارض هيحاول ان هو تبقى ايده قريبة من النهاية التانية بتاعة العصايا ولكن بدون ان يلمسها يلا صدقنا اللي واقف على الكرسي ها يمسك العصايا وهيسقطها صدقنا اللي قاعد على الارض هيتابع هذا الاسقاط بايه بالsense of sight اللي هو بايه بحاسة البصر ممتاز والموضوع ده هنعمله ثلاث مرات وهن ايه وهنلتزم في الثلاث مرات ان تكون المسافة ما بين العصايا والارض هي نفس المسافة ثبتة ممتاز خلاص وبعد كده الاستاذ اللي واقف مسك ال stopwatch كل مرة هيحسب لي زمن الاسقاط اللي هو ال reaction time وبعد كده هنسجل البيانات بتاعتنا في جدول تمام ونحسب الايه ونحسب متوسط هذا زمن الاسقاط ممتاز يلا هنلعب اللعبة كمان مرة ولكن المرة دي صدقنا اللي قاعد على الارض هنغم عينه وصدقنا اللي واقف على الكرسي وهو ماسك العصايا من طرفها من فوق اول ما ييجي يسقط العصايا هيطلع لنا and external stimulus تمام من بقه ويقول كلمة go عشان صدقنا اللي قاعد على الارض ومغم عينه يسمع بودانه تمام ويستخدم sense of hearing حاسة السمع علشان يقدر يعمل reaction لهذا الاسقاط ويقدر ان هو يكاتش العصايا تمام والموضوع ده هيتكرر ثلاث مرات وبرضو هنسجل في جدول تاني منفصل زمن الاستجابة وكل مرة هنشوف الرياكشن تايم بيكون قد ايه ونحط دايرة حوالين الـ average time يلا بينا نكمل ونقول observation الملاحظات بتاعتنا اللي هندونها قاعد الجدول اللي بنقول عليه data table جدول البيانات of the first part of the experiment بتاع الجزء الاول من التجربة اللي كان بيعتمد على ايه ولادي relying on the sense of sight اللي كان بيعتمد على حاسة البصر اللي هو كان عينهم فتحة وشايف العصايا وهي بتسقط تمام يلا لقينا ان مسبتلي distance اللي هي المسافة فاكرين لما قلتلكوا لازم في الثلاث مرات المسافة ما بين العصايا والارض تكون مسافة سبتة مسبتلي المسافة one meter one meter في المرة التانية one meter في المرة التالتة طيب которые اللي هي المحاولة المحاولة الأولى المحاولة التانية والمحاولة التالتة طيب الا continua tem I كنت في المحاولة الأولى الاعداء team كان ثلاث ثواني ثلاث سواني على مصادقنا اللي في الأرض كان مسك ايه او لمس العصايا من طرفها من تحت خلاف جميل تمام وفي المحاولة التانية كان two seconds في المحاولة التالتة كان one second تمام؟ сохран وعملنا سيركل حوالين متوسط الايه السواني مش واحد ولا تلاتة لا الوسط ما بينهم اللي هو الاتنين يلا الجدول بقى التاني فاكرين بتاع الايه بتاع السمع الجزء التاني من التجربة جدول البيانات بتاعه هيبقى هيعتمد على حاسة السمع فاكرين صديقنا اللي كنا مغمين عينه فيعتمد على ايه على حاسة السمع عنده teach me also لقينا برضو ان احن مثبتين نفس المسافة distance one meter في المحولة الاولى one meter في المحولة التانية one meter في المحولة التالتة trial اثناء المحولة الاولى reaction time اثناء الاعتماد على حاسة السمع كان four seconds طيب وفي المحولة التانية كان three seconds المحولة التالتة كان two seconds و draw circle ثلاثة يا الله يبقى جنرال كونكلوجين اللي احنا نعرفه اللي هو الاستنتاج العام بعد ما عملنا التجربة الجميلة بتاعتنا اللي كلنا استمتعنا بيها وهنستمتع بيها ان شاء الله لما ننفذها عملي بقى مع اصدقائنا بيقول لي في الجزء الاول من التجربة ايه اللي حصل بيقول لي لما حضرتك صديقنا اللي كان قاعد على الارض عينه شافت سقوط العصى ايه اللي حصل تمام يبقى كان عينه وقع على العصايا وشاف صديقنا وهو بيسيبها اللحظة اللي صديقنا اللي واقف على الكرسي بيسيب فيها العصايا هي ديت الاكسترنال استيميلوس ممتاز تمام فصديقنا اللي قاعد على الارض استقبل هذه الاكسترنال استيميلوس بي ايه برافو عليكم بالسنسوري ريسيبتورز اللي موجودة في الايز بتاعته اللي في عينه وعلى طول راح جاي عن طريق النيرف مشي فيه طلعت للبراين والبراين عمل لها بروسيسنج تمام وبعد كده ترانسيميتد ميسج توزا هاند ماصل وبعد كده بعت بقى ايه بعت رسالة ماشي عبارة عن ان الكتريكال ايمبلس برضو نبضة كغربية لمين يا ولادي لمين برافو عليكم ليه الهاند ماصل لعضلات اليد بتقول لها انتبه يا عضلات اليد خدي امر بانك تتحرك وتلميسي العصا اه دي برضو هو نفس الباسوي بتاع النيرفوس سيستيم في اختلاف لا ما فيش اختلاف يلا نقراه عندما رأت العين سقوط العصا they sent a signal to the brain through the nervous the brain processed the information and transmitted a message to the hand muscle in order to لكي catch the stick يلا نقول في جزء تاني من التجربة in the second part of the experiment اللي كان relying on the sense of hearing صح كده اللي كان بيعتمد بقى على ايه حاسة السمع when the ears heard the voice go صح؟ مش احنا اتفقنا ان صديقنا اللي واقف على الكرسي هيقول كلمة go في نفس اللحظة اللي بيسيب فيها العصاية عشان صديقنا اللي قاعد على الارض مغمعينه فهو مش هيستخدم the sense of sight وهيستخدم the sense of hearing برافو عليكم when the ears heard اول ما الازان بقى تسمع صوت go تمام؟ the sent a signal يلا نقول الباسوي تاني اللي على طول يبقى the ears بتاعت حضرتك هتستقبل الان external stimulus اللي عبارة عن كلمة go وبعد كده هتروح جاية بعتها message عبارة عن 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 ايه electrical impulse هتمشي في النرف وتروح للبراين البراين هيعمل لها processing تمام؟ وبعد كده ينقلها كمسج المين تمام؟ ليه؟ hand muscles respond and catch the stick يلا نكمل ونقول يلا نقولها بقى مرة واحدة وعلى بعضها كده when the ears heard the voice go they sent a signal to the brain بيبعت اشارة لمين للمخسر وthe nervous عن طريق الاعصاب the brain processed the information and the transmitted وبين إلها عبارة عن ايه؟ a message so لذلك the hand muscle نفس الكلام يبقى المستقبل دلوقتي المفروض اللي هو هيدي ال proper reaction من ال hand muscle في المرة الاولانية وفي المرة التانية يعني in the first part of the experiment في الجزء الاول من التجربة كان مين اللي هيديني ال reaction برافو عليكم ال hand muscle علشان تمسك طيب in the second part of the experiment مين برضو اللي كان هيديني ال reaction برافو عليكم ال hand muscle respond and catch the stick ممتاز؟ ممتاز يلا بينا دلوقتي بيقول بقى you could catch استطعت الامساك تمام؟ you could catch استطعت الامساك برافو the ruler انت استطعت امساك المسطرة faster when you saw it fall انت مسكتها بسرعة جدا لما عينك كانت مكشوفة واستخدمت حسة البصر صح كده؟ because the brain can process what you see faster than what you hear علشان مخ حضرتك ربنا خلقه انه يستجيب للمستقبل للمستقبل البصري البصري الخارجي اسرع من انه هو يستجيب للمستقبل السمعي الخارجي تمام؟ تمام في اي مشكلة دلوقتي بالنسبة لاللي احنا قلنا ده ان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل وعرفنا ان المعلومة بتاعتنا اللي حابين نعرفها في الدرس ده حضرتك لما when you saw anything حضرتك لما تشوف اي شيء البريم بتاع حضرتك بيبرسس هذا الشيء اللي انت شايفه اسرع من انك تسمعه برافو عليكم يلا check your understanding يعني تحقق من فهمك يلا put true in front of the situations that illustrate the importance of reaction time حطيلي لو سمحت علامة صح امام المواقف التي توضح اهمية زمن الاستجابة number one you move your hands away on touching a very hot object يعني حضرتك بتحرك ايدك بسرعة تمام اول ما بتلمس very hot object حضرتك بيبقى فيه زمن استجابة اسرع ممتاز تبقى true true تمام يلا بينا number three you fall while playing football انت حضرتك بتقع لما بتيجي تلعب كرة true or false طبعا هيكون false ليه علشان حضرتك بتلعب الكرة وانت انفتح relying on the sense of a of sight تمام وإحنا عرفنا ان الbrain لما بيعتمد على حاسة البصر بتكون الاستجابة بتاعته الresponsي بتاع بيكون faster than انه يكون relying on the sense of hearing إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس بتاعنا reaction time ويا رب يكون سهل وبسيط ونكون قدرنا نوصل المعلومة بشكل مبسط لأولياء الأمور والأطفال الغاليين علي تمام وبإذن الله نلقاكم في فيديو قادم lesson five activity ten how the nervous system works كيف يعمل الجهاز العصبي اللي احنا أصلا قتلناه بحسا وفهما وإن شاء الله هيبقى درسي لذيذ كلنا أنا استمتع بيه شير في الخير فاتدل على الخير كفاعله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته